اللي بيعمل له ايه؟ اللي بيوسوس له قالوا ولا أنت حتى أنت يا رسول الله انت كمان عند قرين من الجن قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم عايز أقف عند كلمة فأسلم دي فأسلم دي العلماء وهم بيكتبوها في كتب الصحاح كتبوها بروايتين رواية جاءت بضم الميم قال فأسلموا ورواية بفتح الميم قال فأسلم ايه الفرد؟ في فريق من العلماء اللي أرى فأسلموا اعتبر أن ده فعل مضارع وده معناه أن النبي بيقول يعني أني معايا قريم من الجن وهذا القريم من الجن أعانني عليه ربي فأسلموا من أذاه وأسلموا من فتنته وأسلموا من شره إبقى أنا سلمت من ذلك ما يقدرشي أيصر علي ما يقدرشي أثر علي ما يقدرشي سيطر علي ما يقدرشي وسويسلي إنما لو عايز يقولي يقول خير خير كده ما يقدرش إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا أي أسلموا من شره وأذاه فمشي في الاتجاه ده فريق من العلماء وقالوا أن الجن حتى اللي كان قرين اللي كان مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مسلما وإنما كان كافرا وأما لفظة فأسلم قالوا فأسلموا أي أن النبي يسلم من هذا الأذى وفريق آخر قرأ بالفتح فقال فأسلم على أنه فعل ماضي مبني على الفتح أي أن هذا القرين أسلم قالوا وبناء عليه قالوا أن هذا القرين قد أسلم أي دخل في الإسلام وقال فريق ثالث أن هذا القرين استسلم استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليه كلامنا الكلام ده عشاني فاهمك أن خلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مخالفا لخلق بخية البشر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات بشرية فأخذ كل خصائص الذات البشرية ثم زيد عليه بعض خصائص النبوة لكن خد نفس التركيبة نفس الحكاية أخذها النبي عليه الصلاة والسلام يبقى دي مسألة القرين طيب في دليل تاني من السنة إنه بقى عليه الصلاة والسلام خرج ليلة ففزعت عائشة رضي الله عنها فلما رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها في حال يعني على غير إيه على غير هدوء يعني فقال لها أغيرتي أنت كنت غيرانة أنت كنت غيرانة أنا كنت في القبور بزور المقابر أنا عارفك أنت كنت غيرانة فاكرة أن أنا كنت عند بعض النساء ودي غيرها طبيعية لكن تصرفها كان يبدو أنه تصرف عالي شوية يعني شوية يعني فبما أن التصرف عالي شوية يبقى كده أكيد فيه إشكالية موجودة فالنبي لما رد على يعني عملت حاجة غير لشكلها غير طبيعي فقال لا أنت غيرتي أعتلوها فالنبي على السلام قال لا أو قد جاءك شيطانك هو الشيطانك وسويستك أعتلو ليه وأنا معي شيطان قال نعم كل بني آدم معه شيطان قرين من الشيطان من الجن قالت حتى أنت يا رسول الله أنت كمان قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو في أسلامه أو في أسلامه أي من الرواتين يبقى كده ده كلام النبي للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الأمر يبقى ده توكيد على أني فيه قرين موجود لك